بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه أسألك ربي أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه كما أسألك من فضلك وكرمك ألا تحرمنا جميعا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات يصرني أن أرحب بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة خالصة لوجهه تبارك وتعالى وأن ينفع بها أبناء وبنات المسلمين وأن يأجرني عنها خيرا اللهم آمين إخوتي وأخواتي حلقة هذا اليوم أرجو أن لا تنزعجوا من العنوان الذي صدرت الحلقة به فالعنوان من عوامل تدمير الأسرة من عوامل تدمير الأسرة أصعب شيء علينا أن نسمع أن أسرة حدث فيها طلاق وأصبح طرفاها كل في واد يخصه ونسمع كذلك أن أبناءهم الله أعلم بحالهم هل هم مع أمهم أم هم مع أبيهم وهل سينال هؤلاء الأبناء ما يستحقون من الرعاية الطربوية الصحيحة أم سيتأثر الأبناء بهذا الحدث الكبير أعني الطلاق أصعب شيء كما قلت علينا جميعا أن نسمع أن أسرة قد أصابها ذلك وسرعان ما نفكر جميعا ونقول والأبناء أبناؤهم ماذا جرى لهم هل هم مع أمهم أو مع أبيهم أم ذهبوا إلى جدهم وجدتهم أسئلة كثيرة تطرح ونحن معنيون تماما بالأبناء على وجه الخصوص على كل حال وضعت في هذه الحلقة عدة عوامل يقدم عليها الرجال فتكون سببا في تدمير الأسرة وعدة عوامل أخرى تقدم عليها النساء فتكون كذلك سببا في تدمير الأسرة سنستعرض هذه العوامل عاملا عاملا ونسأل الله عز وجل مخلصين أن يحفظ للأسرة المسلمة دينها وأمنها واستقرارها وألفتها والمحبة التي ينبغي التي ينبغي أن تسود بين طرفي الأسرة المسلمة العامل الأول عدم رضا الزوج بما قسم الله له في زوجته وأولاده وأرزاقه فيلتفت لغيرها ويتابع النساء ويلاحقهن بل ويقتحم عليهن بيوتهن عن طريق الهاتف المحمول وعن طريق أو عن كل طريق يتاح أمامه بكل أسف شاء الله تبارك وتعالى أن يحرم رب هذه الأسرة من نعمة الرضا وهي أعظم نعمة يمن بها علينا رب العالمين تبارك وتعالى أسأل الله أن لا يحرم منها مسلما أبدا لأنها عامل الأمان الأول الذي يكفل للأسرة المسلمة التوفيق والنجاح على كل المستويات بل ويكفل للمؤمن حياة طيبة كريمة بل وحياة أخروية أيضا كريمة أن ينعم الله عليك بنعمة الرضا على إطلاقه أي على إطلاق الرضا الرضا بالزوجة الرضا بالعائلة التي خرجت منها هذه الزوجة الرضا بأبنائه الرضا بالأرزاق الرضا بالشهادة والتعليم الذي أتيح له الرضا بمعناه العام أحبة في الله رضا العبد عن ربه وما قسمه الله له يقابله الرضا من قبل الله تبارك وتعالى عن عبده ويكفي أنكم تقرؤون رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه تقابل تلك نعم رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودستورا يرددها العبد المؤمن بثقة واطمئنان وإيمان صباح مساء فهنيئا لمن قالها بإيمان ويقين ورضي بما قسمه الله له ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس واتق المحارمة تكون أعبد الناس هذا كلام سيدي وحبيبي صلوات ربي وسلامه علي الرضا الرضا بالزوجة الرضا بالزوجة الزوجة لم تدخل بيت مسلم بعشوائية أو بالحظ كما يقول الناس الزوجة دخلت بيتك بقضاء الله وقدره لأنها رزقك الذي ساقه الله لك ودخلت بيتك باختيار الله تبارك وتعالى لها زوجة لك نعم وكم رددت على شاشة الرحمة كم رددت هذا الكلام لتسمعوه وتعقلوه بل ولتحفظوه زوجتك هذه الذي جاءتك بما قضى الله به وقدر كنت لا تزال جنينا في رحم الأم وأرسل الملك تبارك وتعالى ملكا ملكا من عنده وأمره أن يسجل في صحيفة أرزاقك كامل الأرزاق ومن هذه الأرزاق أن زوجته فلانة بنت فلان بل وسيتزوجها في يوم كذا وفي مكان كذا ويرزقه الله من رحمها الكريم بالبنين والبنات كذا وكذا يا مسلم يا مسلم يا مؤمن هذا إسلامنا العظيم ولذلك أقول إذا وصل الأمر إلى العقد وانتهت الجلسة بالعقد عليها فاعلم يا عزيزي أنه اختيار الله تبارك وتعالى لك وأصبحت وجها لوجه مع هذه النعمة نعمة الزواج بفلانة بنت فلان فينبغي أن تفكر في هذه القضية بهذا المستوى بل وعليك أن تعلم رحمان الله وإياك أن اختيار الله تبارك وتعالى لفلانة لتكون زوجة لك هو الخير بعينه لأن الله والله لا يأتي من قبله تبارك وتعالى لعبده إلا الخير إلا الخير نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أبدا ما أراد بك عسرا قط وإنما يريد لك الخير دائما وما جاءنا من قبله شرا ما جاءنا من قبله شر أبدا إذن لو أن هذا الاعتقاد قد تمكن من نفسك ودخلت هذه التجربة تجربة الزواج بفلانة بنت فلان وأنت راضٍ بها وعلمت بأن الخير بإذن الله معها لأنه اختيار الله تبارك وتعالى ستحسن المعاملة ستسلم برضا كامل بأن الخير فيما اختار الله وستحسن إليه وتحسن لقاءها وتحسن استقبالها وتتحدث إليها بلغة طيبة لغة الرضا بما قسم الله وأنت مطمئن تماما وسترضى بها وستغض الطرف عن غيرها خلاص لست في حاجةٍ أبداً لغيرها وتسأل ربك الكريم أن يرضيك بها نعم تسأله يا رب قدرت لي فلانة ابنة فلان اللهم إني راضٍ بما قدرت وبما قسمت لي فأسألك من فضلك وكرمك أن ترضيني بما قسمت لي وأن ترضيني بها وأن ترزقني العفة حتى لا تمتد عيناي إلى غيرها هذا الأساس الذي ينبغي أن تستقبل زوجتك إذا عقد عليها وانتهى الأمر فعلا بأنه الخير بإذن الله بعضهم وهذا أمر نأسف له لا يفكر هكذا وإنما دائما يشعر بأن غيرها أفضل منها هذا قرين الشيطان ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين دائما يدعوه إلى اتباع الشهوات وإلى عدم الرضا بما قسم الله له بل ربما أخبره شيطانه أعذن الله جميعا بأنك تستحق من هو أفضل منها هناك فلان وهناك فلان وكان ينبغي أن تفوز بهذه أو تلك هذا فكر شيطاني يؤدي إلى دمار البيوت نعم يؤدي إلى دمار البيوت هؤلاء لا يقنعون لا يقنعون بأرزاقهم مطلقا حتى بالأرزاق المادية لا يقنعون ولا يشبعون ودائما ينظرون إلى ما في أيدي الناس وهذه مشكلة مدمرة نعم مدمرة يمكن لها أن تدمر البيوت والأسر إذن حبيبي أكرمك الله ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس إذا تماد هذا الجشع إذا تماد هذا الجشع الذي لا يقنع بما أكرمه الله به وبما رزقه الله به لا يقنع ولا يشبع أبدا ودائما هو في مشاكل حتى إن الحلال الطيبة التي أكرمه الله بها لا يشعر معها بالطمأنينة ولا بالسعادة لا يمكن أن تتحقق لمثل هؤلاء سعادة مع أزواجه لأنه دائما في حالة شتات شتات وينظر إلى ما في أيدي الناس وينظر إلى من هن في بيوت الناس ولذلك لا تعجبون أيها السادة لا تعجبوا لا تعجبوا أيها السادة الكرام لا تعجبوا من صنيع المستهترين الذين يستغلون الهاتف المحمول في هذا الزمان الصعب ويتطفلون على بنات الناس وعلى نساء المسلمين يتطفلون عليهم ويحاولون التواصل معهم ويفسدوا عليهم حياتهم بما يطرحون من الفكر الشيطاني المدمر نعم أمثال هؤلاء لا تستقر لهم حياه ولا تطيب لهم حياه ودائما هم في متاعب متاعب مع أزواجهن مع أبنائهن حتى متاعب مع العائلات العائلات التي قدمت خير البنات لهم لهذا أحذر الكرام الطيبين وأقول لهم أكرمك الله بها فرض بها وغضت طرف عن غيرها والله لو فعلت ذلك والله وأنا صادق إن شاء الله ستعيش حياة سعيدة كريمة ومهما تقدم بك العمر ستحيا مع هذه الزوجة حياة طيبة وستجد لديها بإذن الله كل ما تتمنى مما يسعدك ويسرك إن شاء الله أقول وأؤكد مهما تقدم بك العمر وعندما أتحدث في هذه اللقطة على وجه الخصوص وأعتبرها العامل الأول في هذا الزمان من عوامل التدمير للأسرة المسلمة فإني أؤكد على خطورة هذه التصرفات تصرفات الفاسقين العصاة الذين يتطفلون على الأسر المسلمة ويقتحمون بيت الأسرة المسلمة ويتسللون إلى هذه البيوت عن طريق الهاتف المحمود وأصعب ما يزعج الزوجة وأكبر العوامل التي تسبب لها الإزعاج إلى حد طلل الطلاق أن ترى زوجها شغوفاً شغوفاً بأساليب المراهقين ويمسك بالمحمول فيتابع المناظر المؤسفة ويتابع الأجساد العارية أسأل الله العفو والعافية وأسأله مخلصاً أن يحفظ أبناءنا وبناتنا ونساء المسلمين من كل شر ومكروه اللهم أمين أقول لأبنائي يمكن للزوجة الكريمة أن تتسامح في أمور كثيرة كأمور النفقة كأمور الملبس والمأكل والمسكن تتسامح كثيراً وترضى بحياتها على ما هي عليها بشرط أن يكون زوجها أميناً أميناً وراضياً ومحترماً وحريصاً على زوجته وحريصاً على ما يسعدها ويطمئنها نعم لو كان زوجها كذلك أقول تتسامح في أمور كثيرة وتغفر له ما وقع من بعض الأخطاء العفوية غير المقصودة غير المقصودة تتسامح تتسامح معه في ذلك كله ما دام عفيفاً حيياً نزيهاً كريماً أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن تسعدوا في حياتكم مع أبنائكم وأزواجكم وأبائكم وأمهاتكم اللهم أمين اللهم لا تحرم مسلماً من السعادة والأمن والأمان في بيته كما أسألك ربنا أن تنصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم نصراً عزيزاً مؤزراً وكن عوناً لهم وارحم شهداءهم وتقبل شهداءهم في عليين وانصرهم يا رب العالمين على أعدائهم اللهم أمين وهيئ كل الأمة الإسلامية لكي تكون عوناً لهم ولكي يكون كل فرض المسلم في مستوى الأحداث التي تجري على أرض فلسطين اللهم تقبل يا كريم وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه